السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو بي تي زيرو ايت بارت وان فيديو بي تي زيرو ايت هنتكلم فيه على العرض والتصوير المتعلق بالجداول المحورية او البيوت تيبلز في بارت وان هنتكلم على البيوت تشارت هنشوف ازاي نعمل عملية انشاء وتنسيق بيوت تشارت لو انت اراد عندك بيوت تيبل او جدول محورية لو عايزت تفرج على فيديو بي تي زيرو ايت بالكامل انزل تحت الفيديو في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستخدمه عشان تشوف الفيديو بالكامل كمان هتلاقي لينك ممكن تستعمله علشان تداونلود الاكسيل شيت لو لسه ما اشتركتش في القناة لو سمحت استعمل زر الاشتراك وفعل الجرس علشان يجي لك موديفيكيشن بكل الفيديوهات الجديدة ومن هنا اقدر على طول اعمل البيوت تشارت وده اول حاجة هنشوفها النهاردة كرييت بيوت تشارت او انشاء مخطط محوري وانا واقف على اي سل جوه البيوت تيبل اقدر اروح على انسرت على طول وحلاقي من انسرت تاب هنا حلاقي حاجة اسمها بيوت تشارت ممكن استخدمها كمان من بيوت تيبل انالايز هنلاقي برضو في تولز حاجة اسمها بيوت تشارت ايوهما حيديلك نفس النتيجة هيفتح لك على طول ديالوك بوكس عشان يسألك انت عايز بيوت تشارت اعمل ازاي انا هختار القرم وهدوس على اوكي على طول هتلاقيه بينشئ على طول بيوت تشارت زي ما انت شايف هتلاقي عندك هنا الساجمنتز بيزنس اللي هي موجودة هنا وكونسيومر ومتقسمة بالكمبوننز وهتلاقي في الليجند عندك الازرق بيديك الكوانتتي ودون البرتقاني ده بيديلك النت سيلز مختلف ايه عن التشارت العادي هتلاقي الزراير اللي موجودة هنا دي فيه كوانتتي ونت سيلز ده معناها الفاليوز اللي انت بتستعملها وهتلاقي هنا كلمة فاليوز موجودة في الليجند دول مش انتر اكتف يعني لو دست عليهم ده مجرد لابل لكن لو جيت هنا هتلاقي بلاس وماينس دي ممكن تستعملها دي انتر اكتف دي بالزبط زي البلاس والماينس اللي موجودة هنا يعني انت هنا لو دست على الزرار اللي جنب البزنس البطن الجنب بزنس ده هتلاقيه بيكولابس الكاتيجري ده وده هيحصل جوه البيوت تيبل وكمان هيحصل جوه البيوت شارت دي ما انت شايف بقى البيزنس كله في قولم واحد والكونسيومر هو المفتوح لو استعملتها من هنا يعني لو وقفت هنا وعملت اكسباند او كولابس هتلاقيها بتشتغل بنفس الطريقة كمان لو جيت هنا هتلاقي الساجمنت والكاتيجري ممكن تستعملهم عشان تعمل فلتريشن يعني ممكن هنا اختار البزنس بس فهتلاقي كل الدنيا هنا اتحولت الى بزنس في الشارت ده كاتيجري ممكن برضو استخدم الكاتيجريز ممكن ارجع البايكس اللي انا كنت شايلها قبل كده فهتلاقي هنا بقى فيه اربع كاتيجريز بدل مكانه تلاتة فزي ما انت شايف اي اكشن بتعمله على البيوت شارت هو هو نفس الاكشن بالزبط بيتم على البيوت تيبل انا كمان افضل انك تدي اسم البيوت شارت فانت لو قفت على البيوت شارت في اي حتة وروحت على البيوت شارت اناليز هتلاقي اسمه بعد فولت شارت 1 فخليني اسميه نت سيلز تشارت دلوقتي عايز اعرف ازاي ممكن اعمله فورماتين يعني انا الوقتي بتحكم فيه ازاي ما اتفقنا عن طريق البيوت تيبل نفسه او عن طريق البيوت شارت فانا فيه دوبليكيشن يعني مش محتاج كل الزراير دي كمان مخليه شكل البيوت شارت مش قد كده فانا اقدر اتحكم فيها بشكل زريف جدا خليني اختار البيوت شارت وروح على البيوت شارت اناليز واقدر ااجي من حتة هنا اللي اسمها شو انهايد لو دست على فيلد باطنز ودست عليها السهم اللي تحت ده هلاقي هنا كل الابجيكس اللي موجودة على البيوت شارت انا هختار هايد اول هتلاقي كل الزراير دي اختفت كمان انا مش محتاج الكلام اللي مكتوب على البرتكال اكسس فممكن اعمل اختاره وعمل رايت كليك وقوله فورمات اكسس هيفتح لي الفورمات بين فورمات اكسس بين من هنا وروح على الاكسس اوبشنز هنا واختار اللابلز وتعالى على نيكس تو اكسس دي واختارها وقوله لا نون مش عايز اي حاجة تكون مكتوبة هنا كمان لو افت على اللاجند ممكن من الجرين بلاس اللي موجودة هنا واختار هنا اللاجند واختار السهم اللي على يمين ده واختاره خليها في الطب الجريد لاينز او الخطوط اللي بالعارضة دي برضو انا مش محتاجها فهاختارها وعمل ديليت هتتمسح على طول عايز بقى دلوقتي انا ما بقاش عندي حاجة توريني الارقام دي بتمثل ايه بالزبط بسيطة ممكن اقف عليها واعمل رايت كليك وقوله اد ديتا ليبلز دي طريقة ممكن برضو وانا مختارها من الجرين بلاس دي اللي موجودة على يمين هنا وقوله اد ديتا ليبلز حلاقي كتب لي الارقام موجودة فوق لو اخترتها ودست كنترول بي حيخليها لي بولد اعمل نفس الكلام هنا اللون البرتقاني ده انا برضو مش عجبني قوي ممكن اشوف حاجة ديفرنت شوية اعلا نروح على الفيل واختار لون تاني مختلف شوية وليكن اللون اللي شبه البيفت تيبل ده شوية بحيث ان انا بعد كده لما استعملهم مع بعض تبقى الارقام قريبة ممكن كمان اللون ده اخليه بالازرق وممكن برضو من هوم اروح على المكان العادي اللي باختار منه الوان الفونت واختار مثلا لاتساي ازرق غامق شوية فكده بقيت فاهم ان الازرق ده يخص الكالر البار ده والاسود يخص البار ده لو انت شايف الكتابة دي مش باينة قوي ممكن اختار الاكسز اللي تحت ده الهريزونتل اكسز وياختار من هوم بولد او كنترول بي هتديك نفس النتيجة اعتقد كده البيفوت شارت بقى شكله معقول جدا وبكده نكون وصلنا لهاية الفيديو شكرا جدا لوقتكو وارجو تكونوا استفدتوا واستنونا في الفيديو الجاي PT08 Part 2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته